لا يؤقل أن بيزنس كامل يعتمد على مصدر واحد لذلك هذه هي الفرصة لا أعرف أن تتعرف لا يوجد أي تجربة لا أعرف هذه المنصة الإعلانية لكن هناك سنبشة، تويتر، تيك توك، جوجل، نتيت السلام عليكم الأخوان جميع أتمنى أن يكون نهاركم طيب، نهاركم جيد جيت أعذر لكم على الغياب ديالي بزاف المنصة كيوصوني على شخوية ديها هي غيب أه، أريد ما غيبنا دي مؤخرا، نختمي لكم على الجديد إن شاء الله الحمار الرحمن جاي الجديد إنه في قريب الأسابيع القليلة القديمة إن شاء الله الحمار الرحيم سيكون جديد، سيكون حاجة لديها واحد القيمة واحد فرصة كبيرة على الإيكميرس بصفتي عامة هذا الشيء اللي خلالنا نغيب عليكم هذا الشيء اللي خلالنا أننا شخصيا ما بقيتش كنكون في سواف دي لايف، سواف دي ستوريز وحتى للناس اللي كي سيفتولي بخير، ما كان سيفتش ما كان نجاوبش، عفوان أكتر والبارح، سويتوني بزرزة كيسون، قامتا حاليا نجاوب عليهم واحد بواحد ونشوفكم إن شاء الله بزرزة الإخوان، وبزرزة الإخوان، وبزرزة الناس المسوبة الإكترونيين، كيتشكوهم أخرى من كترة السيدان، حسابات الإعلانية لهم فيسبوك هذه المشكلتين، ومشكلتين في المغرب فشكين، راكين في العالم كامل بنسبة وتفاويتها والأسباب ديالهم مختلفة بزرزة لما ندخلش في التطاية ديالها ولكن أنا الفيكرة اللي بغيت نبرتج معكم اليوم، أنا ما كان جاء الإخوان فقط لفيسبوك آدس الله يهديكم، أنا ما كان شغل فيسبوك آدس، وإلا البيزنس ديالك معتامة كامل من أبطال تزيد على الفيسبوك آدس وإلا معتامة كامل من البداية دياله والتنية دياله على مصدر واحد دياله ديال الإعلانات أو ديال الجلب العملاء أو استقطاب العملاء ديالك فهو بزنس ديالك لا يوجد شيء بزنس اللي نقول عليه بزنس إلا بغينا نقوله لذلك استكلاف هذه الأشياء كان بزاف، كان سنابشات آدس، كان تويتر آدس، كان جوجل آدس، كان نيتيف آدس، لا يوجد الإخوان فقط فيسبوك آدس، كانت تيك توك آدس، الناس المتابعين حاليا في المغرب، في المغرب الزعمار، الناس يلقوك بزاف الإعلانات ديال الإي كوميرس، لا يوجد غير براند، السيارات، والموبيلية، وهم اللي يبانون في يوتيوب، ولا يبانون غير ديال سطور عاديين، بحال سطور ديالي، بحال سطور ديالي، بحال سطور دياله، لذلك، هذا الشيء يدل على شيء كي يدلكل أن الناس ممشوا بعيد، ممشوا كيف يفكروا في حلو الأخرى، لا يمكن أن تقول لي عندي بيزنس، ولا يمكن أن تقول لي أنني كنسية مقاولة ديالة الإلكترونية، وكنت تعتمد فقط على فيسبوك، بغض النظر، وكيف تستطيع وإن تستطيع وقت ديالك، قبل أن تستطيع وقت ديالك، يجب أن يكون لديك شخص لاتراتب السورس، من اللي تقول لي يا أخي يا جحي، هذا شيء يجد علينا، ومعني هذا الهضراء ومرة تسمعها، فسمح لي أن تقول لي أنت مستوى الإلكتروني، أنت مستوى الإلكتروني، لأنه لا يؤقل أن الإلكتروني بيزنس كامل يعتمد على مصدر واحد، لذلك هذه هي الفرصة، لا أعرفك، لا أعرفك، لا توجد تجربة، لا أعرفك هذه المنصات الإعلانية، لكن لا توجد نفسها، تويتر، تيك توك، جوجل، نتيترات، هذه هي الفرصة أنك تتعرفها، أو أنك تمشي لها، أو أنك تنوع في المصادر الترافيك أو المصادر الذين لديك. أما تبقى كاتبكي على الفيسبوك أدس، لا تزيد لي، لا شريك كونت، لا يبيع كونت، هناك الظروف بلاستك، والناس فيتين، والناس خدامين، وأنت وقف، حالياً، نرى من الزاوية لدينا الكثير من الناس، كما قلت في قبل، لدينا الكثير من المغربة لدينا الكثير من المغربة في الخليج، في سبيلال المبيع، حسناً، من المغربة لدينا حبيثة، والكثير من المغربة لدينا أفضل كما تسرحي shadow وهي من المغربة وشبيل المغربة، والناس اللي حبسين عندهم مشكلة في السيبوك أدس، والناس اللي خدامين، حديجة، ناس اللي بانين بزنسًا ديالهم على بليش يوغ أو أكثر من مصدر،، لذلك انت ملك يكون بيزنز لك كامل لكي لا تأخذ فكرة دوفورة وفوة أقلب لك أخياء على مصادر أخرى ديال الإعلانات الثاني حاجة اللي بغيت نهضر عليها نخليها على ستوريج جاية الثاني حاجة اللي جيت نهضر عليها الإخوان شوف ملك يكون عندك بيزنز وهذا بيزنز ديالك خدم بزيان ومستركتوري وغادي شاب شوية الأمور سيكون مزيان تدير في برك أنك في يومي من أيام في يومي من أيام راح أنت ما يمكنش تبقى تدير الأدس فوريفر لا يمكنش تديرهم إلى ما لا نهاية لذلك في يومي من أيام خصوصك هذه الثلاثة التي تعطيها سواء الناس عندك أو الناس عندك في التيم ديالك أو أنك تستريدها لشركة متخصصة في الإعلانات هذا الشيء ربما أول واحد سأقول لكم أنا شخصيا بيني وبين الفيسبوك أدس أو بيني وبين الإعلانات واحد قد نقول لك عامون السلة عامين هذه بحكم أنني شركة عاطيها الأدس وعاطيها كل ما له علاقة بالإعلان باش للخصها الشيء اللي يتكام في هذي ستوريز أول حاجة أخويا ما كانش غير الفيسبوك أدس من الناس يعني من السدان كانت في ستوريز قبل جعلهم الثاني حاجة الناس اللي عندهم مستابلز عندهم مستابلز عندهم البورشيز والمبيعات خصوك تدير فرص كواحد الخطة أنك في يومي الأيام هذي الخدمة ما بقي تديرها أنت قد تعطيها هذا الشيء حمد داخل اللي يديرها سواء في التيم دير سواء شركات خارجية اللي تدخلهم كل ما له علاقة بالمقراتين بالإعلانات بالتسويق إلى آخره كما درنا إحنا كما كديره بزاف دين ناس اللي وصلوا واحد من نيفو ديال أنه ممكنش هو كما صباح يدخل القارب سلا هذي كونفرة هذي اللي هذي اللي آخره هذي هذي شي اللي كان الإخوان أتمنى أنه حضرت بشوية وبعجال على هذ القاضية الله يسسل لكم جميع ونشوفوكم إن شاء الله في فيديوهات جاي إن شاء الله الساكم الدراري أتمنى أن تكونوا بإخلوا على خير بزاف دين ناس كيسونوني بعد البوست اللي كتبت ومنت فيكو أن هذي الوقت ديال فاش كاتت ستعى الطروات بزاف ديال الأغنية غا يمشي وبزاف الأغنية غا يجي وفرص غا يمشي وفرص غا يجي وكل شي كيسوني كيفاش 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 أخو يا را ما كان شاء اسمتها كيفاش بقدر أنه كان واحد الحاجة اللي اسمتها انت اللي عارف شنو باغي وانت اللي عارف شنو كتعرف تدير أنا غير غا نفسر لك أنا أكلم محليك وكمل من راسك أنا أقول لك بعض القادية وديرها في دماغك مثلا شي شركة كانت خدامة قبل الأزمة مثلا كانت شفرطفير معين وخدامها قبل الأزمة بسبب الأزمة مضطرت أنها تسد وسرحت الموظفين وستدات واتركوا عليها ديون والبانكة هذا الشركة من البعض الأزمة باش تجيت ووقف على رجليها را صعب زاف قلت لك أنك تبني شركة جديدة آزيرو را أسهل في هذه الحالة من أنك انت تنقد شركة طاحت لماذا؟ لأن تكاليف تشغيل هذه الشركة كما قلت لبرح في الله تكاليف تشغيل هذه الشركة مكلفة جدا أنك انت سرحت موظفين سرحت كل شيء تتاكم عليك ديون كل الشركات اللي أصحابهم ما عندون شوار رؤوس أمور كبيرة وحط الفلوس الكاش اللي يقدر أنه يعاود يانفيستي على المقاولات الصغرى والمتوسطة ترى بد الأزمة قليل يقدر إرجاع باقي وقليل باقي اللي غيقدر في ذلك الشركة الصغيرة ومتوسطة أنه يكمل حياته أو يكمل حياة المهنية عادي جدا غادي كون عنده مشكل كبير في هذا التشغيل غادي يتحف أزمات ومشاكل دونك انت هنا فرصة ديلك أنك تقدره مثلا تدير بحل ذاك البيزنس ماشي بالدرد كوبي ولكن هادي فرصة أنك انت كما قلت لك يعني البارحة وقبل الأزمة مالك تشوف ديك شركة وانت لا زي زيره اش كتقول اخويا انا رامي مكنش النفس هذا انا رامي مكنش روادي جابادي عنده ثلاثي موظف وعنده لي مرشي وخدام وكل شيء الى آخره انا باش النفسه صعيب عليا انت يا الله غادي تقلب على الكليان يا الله غادي تجي الدابس تجي تقلب على شكل يختم معاك شكل يفورنيك شكل يلا آخره ايه وكان بعد الأزمة بحالك بحالو نقول لك انت إذا استغللت هاد الحجر الصحي وتعلمتي مزيان وجربتي وشفتي وقريتي غا تكون حسن منه لان لان شكل كان فرق بيناتكم قبل كان هو سبقك سبقك بواحد لتابة كبيرة سبقك بواحد بواحد جهد كبير في الان وخدامه ودجة البيزنين ولكن حاليا من اللي غا تمشي كورونا غا تكونوا بحال بحال اونا قدرنا نقول لك انت حسن منه ها هي الفرصة اللي كن هضر عليها ها هي بحالك بحال ديك الشركة دابة النقطة التانية اللي مهمة من اللي هادرت لنا على هادية التكريف تشغيل وان الشركة غايموته صعب باقي نوضه مش كل شيء اه اغلبية كان النقطة الاخرى كان النقطة الاخرى ديال ان العقلية تشونجات لكن ما كان اقول لكم دي مرة يلاقلت لبك ولا الخوك ولا الجدك قبل راي غا نقرأه المقرر الدراسة الرسمية للمدراسة غا نقرأه في الانترنت غا يضربك هنا وعاديك تصرف يقول لك وش انت كتفل على الولدي وغا انت ما بديش مشي لمدراسة وكن دابة رقتانعه بشكل نهائي دابة الدخل معي واحد انسان ما قاريش انسان اللي علاقاء بالمدراسة دابة قالوا لي دخل الست جلس انفرماسيون ذاكرة تخد المساعدة من الدولة يعني هنا وغلا واحد الكونتكت ديركت بينه بين التكنولوجيا يعني من بعد ما تمشي الازواء ليجبتها في التكنولوجيا غا يديقوك يعني اي سولوسيون اي سيرفيس اي بلاتفورم اي حاجة قدمتها للشعب ديك الساعات البناد غايت تقبلها لانهو صافي غا يقول لك وقد دولة قادة خلاصتنا وقد بدنا الدولة خلاصتنا وشدنا الفلوس في الانترنت ههو دبرة فكرات يجدة الفلوس في الانترنت هيا دخلت اللي يودم وانهو اي جعلنا غير فيه فسيت ومقدم جابينا الفلوس هذه العقلة العادية يعني هنا مabilدين جينتها من بعد الأزمة وصحي استغلتي استطبيتش فكرات تعلمتي شي حاجة قريتي شي حاجة تعلمتي مهم لم أكن أصبحت شخصاً لم أكن أصبحت شخصاً هناك شيء فيه وستطبيتها ولم يبدأت كورونا وبدأت وكذلك سوف ينسير كل شيء لأنك استغلت أقول أن الركوب على الموجة استغلت التراكم التقافي والمعرفة التي تزيلها استغلت التراكم ولم تقوم بتقريبك التقافي والمعرفة التي تقوم بها واركمت أنه كان شيء مهمة علىنتقنت كان شيء مهمة على السورة انتقصك تركبها الأخ على هذ النقطة التراكم المعرفة التي تزيلها كريز قررتنا أنت وحشي حويج أنا سأناقرسه في الطاقة لنصنع الفلس والسورة والدولة وكذلك وذلك تركبها تقول لي كيفا شو علش انا عارفك انت ما ما فيدكش. الناس اللي كيسوروا فيلي كومنتير وكيقول ليك لا اخويا دخل السؤال بالموضوع. لا قول لي نارا ما كنش ما نقول لك. هادي هي اللي هدر اللي يخصني يقول لك. وهادي اللي عندي ما نقول لك. ماشي خبيت عليك شي حاجة. اي حاجة اخرى كتبيل انك انت فاشل. مالاخر ما بديش تخدمتك نجي ونقول لك هاك. فما كنش هدي اخويا نجي نقول لك هاك. يعني انا قلت لك انت شعندك? عشكت عارف الدير? عشك عشك عندك. ما عندك ولو راي ما عندك مدير. اللي ما عنده ولو راي بحل كريز بحل ما كانش لا كريز. راي فاقدو الشيء اللي يعطيه. كما قلتك انت اصلا ما عندك ولو. وما بتتعلم ولو وما كتعرف ولو. انت ما كندوش معك. انت راي بحل كريز. بحل ما كانش لا كريز. يعني انت اصلا غير مصنف تصنيف اللي كان هدرو فيحنا. هاد اللي في الفاشكنا هدروحنا. هاد مستوى. فاشكنا هدروحنا. انت اصلا غير مصنف فيها اصلا الى ما بغيتش. اما مخان كون انا ما ونقرأ. أنا عندي مع الكتاب ونكتب مع اللي عندك ديره. وكان لك أنا كان واحد تراكم تقافي معرفي. خلقت الكريز. وغادي يبدل الجيد للعالم إذا نتركب علموجة. راورتكي بش هتركب علموجة. قدم الناس دي السيرفيس اللي غادي يحتاجوا من بعد. دبعا نقول لكم ليت مشي كريز. رغم قليل الناس اللي غايمشي وباقي تقدّوا الخضراء في السوق. قليل يغايت سوقنا هالخميز ولا ما عافتيم تاكن عندكم السوق ويمشي باشي تقدّى. اللي اخو يا كورشي أولاين دبعا. هذا غير. كان الناس كيشري أولاين الخضراء. وكين تريال دي الدروغري كيتباعها أولاين. ولا الخضراء كيتباع أولاين. ولا ولي دوماند. مثلا ديال الرخاص كيتباعها أولاين. ولا أزواج أولاين. دبعا لشتهارة كين ديال السيطي مكن ديال الأوقاف ولا ديال اللي عدول لما عافتاش. حلقة غير شتهفشي ستوريات انه الناس دبعا يقدموا الطالبات ديال الزواج ديالهم أولاين. ودعا شوف فين وصلنا الأخ. إنه من لك تقول لك كينها فرصة كينها فرصة كينها فرصة راه هادي. هادي بحداتها الأخي لم تلك فرصة. أنا كورشي والله أولاين. والله إلا زع ما ما عندي ما نقول لبقي. أنت ما بيتيش. انت إنسان في عشر ما بيتيش. نسمح لي على هذه الكلمة. ولكن أنا كنهضر مع أصحاب العقور نيرا. مع الناس اللي وعين بهذا الشي. الناس اللي بغوا يخدموه. الناس اللي بغوا يدير شي حاجة في حياتهم. الناس اللي بغوا يطوره. لخص لكم هذا آخر ستوري في هذا السيجي. اللي بغوا يخدم هذه الوقتة. ستدس كورونا إن شاء الله حم الرحيم. تكشي تلت شهر. شهر عام ماكسيموم. بحل اللي كانت شابك حتى بعشر سنين.